يعني بيبقى الموضوع في عشام زيادة تمام طبعا خلي بالك انت بقى كموقع مصر الكبير وخاصة ان 2019 مصر بتترقص طبعا دورة الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس عبد الفتاح السيسي فانت النهاردة مش هقولك الدور العربي بس كل الأفارقة متطلعين بيبصوا ليك وعندها الجزء اللي انت ممكن تقول عليه عشام ثقة فيك تواجد انك تقدي بطولة على أعلى مستوى خلينا نقول ان بطولة 2006 آخر بطولة مصر نظمتها كان لها نجاح مبهر وكانت محققة شغل رائع جدا جدا على كل المستوى التنظيمية بداية من الجماهير والأداء الفني والتنظيم للمجموعات وبالتالي الكل بيتفرج وبيشوفك على انك عندك القدرات انك تقدر تعمل حاجة كويسة وبالتالي انت الدنيا تطورت وخلي بالك انت لما راسع عليك التنظيم انت أخدت التنظيم من جنوب أفريقيا واذا تكلمنا مهيب على جنوب أفريقيا حدث ولا حرج دي نظامة كاس عالم فالنهاردة ان انت تاخد التحدي من بلد نظامة كاس عالم أكيد عندنا الامكانات الأفضل اللي هتظهر بشكل كويس فتر المقبل يعني طبعا ملحمة دلوقت شغالة محدش أخب بالو منها طبعا استداد فيه ناس بتصهر فيه ناس ما بتروحش بيوتها فيه ناس شغالة ازاي نظهر الإيجابيات يا أستاذ أهل والله أنا شايف ان الفترة الجاية كابتن مهيب الإيجابات ده ما بتحدث عن نفسها استدق قاهرة ده لما هزهم يعني الدوري لهينة والكاس لهينة طبعا والمشاكل دي لهينة طبعا وبعدين الوقت بقليل جدا الوقت قليل برفع عليك يعني احنا ناقص تسع أسابيع على رمضان أول ما رمضان كل سلام طيب بيدخل حانش يخب بالو تسع أسابيع على رمضان تسع أسابيع تمام أول ما رمضان يدخل كل سلام طيب لا يكسل أمم بكرة خلينا نقول مزبوطك خلينا نقول إن إن مع منتصف أو قبل المنتصف بتاع شهر ستة طولت الأمم الأفريقية وبالتالي إحنا النهار ده خلاص إحنا في مارس فبالتالي يعني أنت قدامك ثلاث شهور ثلاث شهور بالزبط على البطول الأفريقية تمام في ظل التحديات اللي موجودة في ظل الإسناد المتأخر جدا في ظل اللي إنت عايز تطلحها بشكلك الكبير جدا بص الفترة اللي فاتت إحنا بنتحدى الوقت والزمن في حاجات كتيرة جدا وفي مشروعات كبيرة جدا بص على العاصمة الإدارية طيب يعني في حاجات كتير جدا بيبقى فيها طيب إزاي يفصل ما بين إنت عارف طبعا شعب مصر بيحب الكورة تمام وبيعشق كرة القدم وبيأكل ويشرب كورة إزاي نفصل ما بين الدعم لمنتخبنا الوطني وفيه جهاز فني وفيه اختيارات وفيه حاجات كويس كل الناس بتتكلم فيها إزاي يبقى داعم إزاي بقى إيجابي مع منتخبنا الوطني بصفة خاصة شوف المنتخب المصري بيتمتع بالدعم الكامل تمام من الجماهير ومن النقاد ومن المحللين قلتلك دايما النقد سعب يعني في الغالبية بيكون نقد بناء ودايما أنت بتأدي بشكل جيد أحيانا كمان بيكون الدعم بزيادة يعني الإيجابية الزيادة في حاجة مش في محلها بتضر أكتر فبالتالي لازم تكون الدنيا هادية شوية ولازم يكون ثقة متبادلة بين الجميع ولازم نبقى متأكدين أن احنا عندنا منتخب قوي قوامه وقوامه الأساسي موجود فرقة لعبة في كاس العالم أيا كان الأداء اللي كان عليه ممكن تقول علامات استفهام أو ما كانتش الأمور ماشية بالشكل المطلوب مش ده اللي هنقف عنده اللي هنقف عنده أن احنا إزاي نتعلم من الأخطاء اللي حصلت في كاس العالم وأيا كان الخامسة وعشرين اللي يختارهم أجيري المدير الفني خلاص أمه معروف كل واحد ليه وجهة نظر يعني الطوام الأساسي يا كابتن مويد معروف يعني مش هيقدر يرضي كل الناس طبعا أنت هتبقى عايز لعيب ينضم أنا هتبقى عايز لعيب ينضم كل واحد هتبقى عايز لعيب يحبه هينضمه شايفه أنه هو كويس ومفيد لمنتخبنا الوطني لكن أيا كان الاختيارات إحنا وراء منتخبنا طبعا هو يبقى الخلاف على أنك ممكن تضيع وقته كان الأفضل أنك تستثمر كل الوقت ده مع المجموعة اللي هتلعب فعليا زي ما حصل مع كوبر ووصلنا كاس العالم وكان ده الهدف بالزبط هو حق هدفه لكن إحنا دايما ودي نقطة مهمة ماذا بعد كاس العالم ما كانش في حساباتنا أننا ننظم أو نردت بعد كاس العالم وخلينا أقولك أن إصابة محمد صلاح قبل كاس العالم أرباكة الحسابات تماما وعدم مشاركته في المباراة أرباكة الحسابات تماما طيب سؤال مهم جدا وهو كل واحد يبقى عارف دوره إيه الإعلام يبقى عارف دوره الصحفي يبقى عارف دوره اللعيب يبقى عارف دوره المسؤول يبقى عارف دوره كل واحد يبقى عارف دوره إيه لأنه كله عايز يشتغل كويس يعني مش عشان أنا ما اشتغلش ما قديش دوره عشان أهاب ما يشتغلش ده ما يقديش دوره المفروض إن كله مطالب إن هو يشتغل في المنظومة إن شاء الله اللي تقدي إلى نتائج الجبائي قبل إعلام بعض اللي كان كان في حالة من اللغة شوية إن فيه ناس عايزة تشغل بشكل تطوعي فيه ناس عايزة تشغل بشكل موجودة فيه خلاص بعد ما الهيكل التنظيم اتحط الدنيا اختلفت خلاص الدنيا اختلفت وبالتالي أنا بقول لك كل واحد هيركز في منطقته وزارة شباب مركزة بالشكل العام ومركزة على الملاعب والتواجد والبعثات والأمور دي اتحاد الكورة بشكل كبير ناحية تنظيمية ملابس المنتخب الدعم لأجيري والجهاز الفني عينيهم على المعسكر الجاي هم مركزين جدا في المبارلتين النيجر ونيجيريا 23 و 26 مارس يبقى عليهم كلام مهم في الفترة الجاية الاعلام بقى فترة اللي فاتت طبعا كان فيه حالة من اللغة لكن ده مع الفرق ومعهم سابقة الدوري زي ما انت قلت ومعهم سابقة الكاس لكن مع المنتخب الوضع بيختلف تماما لسه